اليوم تصور كامل ومتاكمل قدام غياب الحكومة قد سلطة واحدة نسمع فيها تتكلم هو رئيس جمهورية هو اللي في يده كل شيء الحلول اليوم ما نجيب شيء يقول يصير البلاد بالبرسيم هذا اللي شوف دا كوردو يزم يحبط الميدان ويزم يقابل الناس هادومة ويحكم على الناس هادومة وهو في يده السلطة هو في يده السلطة القرار وسلطة التنظيم معناها تأثير البلاد شرتوه على الجانب الاقتصادي يزمها ماشنا الاقتصاد يزمها ماشنا الاقتصاد رئيس جمهورية قلت فمشكن الأرقام لا 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 نحب أقوله أنا أشاهده كزميل جامعي لأنه هو جامعي وبعده نتحدثه كرئيس جمهورية اللي يقولون له كامل الاحترام للمؤسسة دبار ولو شخص خلينا كل حاجة في بلاستها ما نشنا عمله في السياسة على نحكيه على الاقتصاد خلينا نقوله سيدة رئيس ولا زميل نقوله اليوم ناس تحكي على الداتا وتحكي على البيك داتا وتحكي معناه على ان يزيدوني ما شو تقول لي بديش متاع الأرقام الناس طورت الأرقام اليوم تحكي اليوم في قراءة الأرقام بطريقة علمية من الطورة اللي بعد العدود ما عادش اليوم الشيفر دوما يخرج دوما يخرج دوما يخرج تلقى وراه ديجا تطور وتدرس الشيفر هذيك بالطرق العلمية الجديدة هذيه وتلقى المشاريع تحطت معناه بشكل رقم هذك يحولوه المشاريع ويحولوه البرامج تنموية الى غير ذلك تقول لي منح توجيه الأرقام ما ليش نوع ما حاشتكش بلودبور بش تقول البلاد لوحة القيادة متاعك شنو لي فيها؟ فيها نصوصة؟ فيها دستورة؟ فيها قوانين بركة؟ فيها مؤسسات؟ ما وفيها أرقام؟ ما هو الأرقام؟ الأرقام لا تفيد تلتاش بتقرد كلمة واتعرش فيها يصنصر ما فيهش واحد تشوف رو انا نقول له يلزمك لوحة قيادة أنت بلودبور يكون كامل وتقول ناس عندك ثقة فيها وتحط لك فيها المؤشرات اللي يزمك أنت ترقبها يوميا ترقب تشوف بلادك وينماشية وكذلك زدها لا 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 مش تحمل حكومة مش موجودة؟ مش أنت ما يمجي بحديك ولا نبطلت بحش تحب نمشي اللي علامة مش مش تقول بالله؟ اليوم نرمال ما عاش تمها معلومات تخرج تو هذي حكومة ما عاش تصيب معلومات ولا تشحط المعلومة اليوم حبارة طيوحنا المحلين كانوا يحترم نفسه حبارة على سيارات رابضة كاربيرو شو الكاربيرو والمعلومات تقض السنة حتى تجيك المعلومة بعد قديش